اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تزال ظلال ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تطل على هذه الأمة ونحن في بدايات شهر محرم أيها الإخوة الكرام تلك الحقبة تلك المرحلة من التاريخ أناس يخرجون من ديارهم لسبب واحد أنهم يقولون ربنا الله من أجل رسالة الله عز وجل وهنا يمتحن الإنسان حق الامتحان أن يتبع من يحب وأن يترك من يحب تركوا ديارهم وأموالهم منهم من ترك أهله زوجه أولاده وإن شئتم اقرأوا عن أهل الصفة من هم أهل الصفة فقراء المهاجرين الذين تركوا أزواجهم وتركوا أولادهم حاطبوا ابن أبي بلتعة الذي أنزل الله عز وجل فيه سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة هذا الصحابي الجليل سولت له نفسه أن يرسل إلى أهل مكة وإلى قريش بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي مكة فاتحا تعرفون لماذا لأن أولاده وزوجته ما زالوا في مكة لعله بذلك وهو ارتقى رؤيا غير موفقة وأرادوا الصحابة أن يقتلوه لأنه خان الله ورسوله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ له التاريخ المشرف قال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إنه مغفور لكم بيت القصيد وقد فتح مكة وما زال كثير من أصحاب رسول الله أهله أولاده أزواجه صعب الهجرة أيها الإخوة الكرام في كثير من الناس الآن موجودين خارج البلاد يتمنى أن يرجع لكن بيقول لك أولاد في الجامعة تاني بيقول لك أولاد في المدرسة ثالث بيقول لك والله التزمت في عمل عقد لمدة خمس سنين أن يخرج الإنسان من مكان إلى مكان هو من الصعوبة بمكان أيها الإخوة الكرام هذه الذكرى وتلك المرحلة وهذا الحدث الذي ينبغي أن يقف الإنسان أمامه بتوقير واحترام وينظر نظرة عبرة يعلمنا معنى الحب هذا الحب الذي افتقدناه في هذا الزمن سيدنا أبو بكر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الهجرة يقول له تريث لعل الله يجعل لك صاحب ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بأن المسير بعد ثلاثة أيام جهز نفسك سأكون وإياك أي حب ذاك الحب الذي يكمن في قلب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يسير مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في موكب مهيم هيفتحولون السجاد الأحمر كما يقولون أم أنه يعلم أنها رحلة ربما وراءها الموت لذلك كان يمشي تارة أمام رسول الله وتارة خلفه وتارة عن يمينه وتارة عن شماله يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك يقول له نفسي لنفسك فداء وروحي لروحك فداء أنا إذا ميت أموت وحدي ولكنك يا رسول الله إذا ميت ربما تنتهي دعوة الإسلام هذا الحب لذلك نبي عليه الصلاة والسلام عرف ما في قلب أبي بكر بعد الهجرة كان يعلنها مدوية ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه حب الله ورسوله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يبكي في الغار يبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي لأن رذاذ البول أصاب قدم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه خوفا على رسول الله شو يعني لك النبي عليه الصلاة والسلام أنت بعد الف وخمسمائة سنة ماذا يعني لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كل واحد يريد أن يحكي كثير وسوف أتكلم بما في قلوب الناس يقول لك صلى الله عليه وسلم هو نبينا وحبيبنا ويقول لك اللهم صلي على سيدنا محمد ويضع يده على صدره حبا لرسول الله اسألوا صليت سنة الصبح اليوم يقول لك لا ما حبيت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلي السنة القبلية في كل صلاة يقول لك لا هل تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا معنات أننا من حب النبي بالحكي بالقول أتمنى أن تغير ذكر الهجرة هذا الحب كما كان حب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته كل هذه الأحداث حتى سيتب سبع أيام كان الله عز وجل قادر وهو القادر القدير المقدر المقتدر أن ينقل النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقله من مكة إلى القدس بلمح البصر أو هو أقرب على براق نفس البراق كان يمكن أن يأتي إلى المسجد الحرام أو إلى بيت رسول الله وينقله إلى طيبة الطيبة ولكن حدثت هذه الأشياء من أجل أن نتعلم البشرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتعلم معاني الإيمان والعقيدة وأن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين أيها الإخوة الكرام عن أبي موسى الأشعري عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك لما يعرف سراقة من الشباب ومن البراعم قريش رصدت لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بكة مئة رأس من الإبل لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميد الإبل الإبل مثل السيارة مئة سيارة يعني عشر مليارات فما فوق أقل شيء يمكن أن تخمسين مليار رقم جهز نفسه وهو الفارس وصار يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم والعرب شاطر بتتبع الأثر ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبه وبينه وبين النبي أمتار النبي عليه الصلاة والسلام لما رأاه دعا عليه فغرزت قدمه ثم استجار بالنبي فخرج ثم غره المال ثم دعا عليه صلى الله عليه وسلم فغرز في الرمل أكثر ثم خرج إنسان ما بتربى في الثالثة استسلم فقال صلى الله عليه وسلم لسراقه في الثالثة كيف بك إذا لبست سواري كسرى وكان كسرى كسرى وقيصر رمز العظمة في ذاك الزمان وكان إذا جلس على كرسي ملكه لبس سوارين من ذهب كيف بك إذا لبست سواري كسرى هذا شيء صعب المنال يعني بالأحلام لا يتحقق قال نعم يا رسول الله إنه أسلم رضيان أسلم سراقه وحسن إسلامه وفي زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقد علم عمر بالقصة أتي إلى عمر بسواري كسرى وتاجه ودعا سراقه ابن مالك فألبسه إياه وتحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى تقوى أقوى أيها الإخوة الكرام دائما التقوى أقوى دائما أنظر بنور الله دائما بشر الناس بالخير قال له اللي بيمشي على درب الله الله بيعطيه وأنفذ عمر رضي الله عنه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسه لسراقه سواري كسرى على مرء أعين أصحاب رسول الله وقال الحمد لله الذي سلب كسرى سواريه وألبسهما سراقة ابن مالك النبي عليه الصلاة والسلام ينظر بنور الله شايف شو بده يصير بعد ثلاثين وأربعين سنة والإنسان المؤمن يرى بنور الله أيها الإخوة الكرام تعلمنا من هذه الذكرى أشياء من رسول الله ومنها التفاؤل نحن نعيش في زمن التشاؤم كل ما حولك في كل الدنيا يدعوك إلى التشاؤم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفائلوا بالخير الخير تجدوه بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا آباءنا وأجدادنا كانوا ينطلقون كلمة له إن شاء الله خير وبصير خير واستهدي بالرحمن والأمور طيبة هذه الكلمات التي كلها تفاؤل تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه الآلاف المؤلفة من قريش وممن يريد أن يقتله وتحدث معه هذه الخصة قال إياس بن مالك ابن الأوس الأسلمي عن أبيه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مروا بإبيل لنا في الجحفة العرب شو كان عندهم يا شات يا إبيل عشرين ثلاثين ناقة فقال صلى الله عليه وسلم لمن هذه الإبل فقالوا لرجل من أسلم قبيلة الذي يروي هو الأسلمي فالتفت إلى أبي بكر فقال سلمت إن شاء الله الأسلمي سلمت باب التفاؤل إن شاء الله ما بيصيبها مكروه وهكذا يعلمنا خلق التفاؤل الإحباط يضرب العقول والنفوس والقلوب في هذا الزمن في كل مكان ليس في بلادنا أو في بلاد العرب لكن تفائل بالخير ما بتلاقي إلا لما تقول الكلمة يعني الذي ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وسراق يتبعه أثناء حدث الهجرة بيظن أنه يا بعد ثلاثة أيام أو ست أيام سيموت النبي صلى الله عليه وسلم وسيقتل الصحابة وتنتهي دولة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يرى الإبل ويقول سلمت إن شاء الله قال فالتفث إلى أبي بكر فقال سلمت إن شاء الله ثم نظر إلى رجل يرعى الإبل فقال ما اسمك قال مسعود فالتفث إلى أبي بكر فقال سعدت إن شاء الله سعدت إن شاء الله إن شاء الله الله بيجعل أيامك سعادة وهذا وهذا هو المعلم الذي من اسم يعطي الإنسان شحنة إيمانية طاقة إيجابية يعيش بها الإنسان في حياته أيها الإخوة الكرام نبي عليه الصلاة والسلام ليس إنسانا عاديا إنه عبقري قرأت كتابا عنوانه عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم كلمة عبقري تطلق على الإنسان الذي يعني إنما هو مفعا بالذكاء مفعا بالتخطيط إنسان لا نظير له لك عبقري ليس كمثله شيء هذا من كل مئة ألف بطلع واحد إذا أردت العبقرية فقرأها عند النبي صلى الله عليه وسلم أقول لكم نبي مؤيد بوحي الله كان يستطيع أن يطلب من الله أن ينقله من مكة إلى المدينة لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعد خطة محكمة وقد ذكرتها البارحة في الدرس القائد هو النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يصدر الأوامر مساعد القائد هو رسول الله هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه طريق الهجرة اللي رايحين اتنين شان ما يلبكموا إيش الناس متى ما صاروا أكثر من هيك لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الركب عشرة وأن يرافقه الآلاف نين صوروا لما سئل سيدنا أبو بكر قال له رجل من هذا الذي معك عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كمان عبقرية سيدنا أبو بكر قال لهم هذا هاد يهديني السبيل فقالوا له من أين أنت فقال لهم من ماء الإنسان من ماء من نطفة كي يواري ولا ينتشر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس النبي القائد المساعد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إدارة التموين في وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بنت صغيرة لا يتجاوز عمرها بين الأربطعش والستعشر سنة وهي محط ثقة ألف على مئة بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه النبي عليه الصلاة والسلام يستأجر رجل ليس بمسلم ليدله على الطريق ولكنه محط ثقت سيدنا أبو بكر وقد عامله على سنين يني يكتم الخبر رجل آخر من بني فهيرة استأجره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من أجل أن يأتي بالخبر مع ابنه ابن سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يأتي بالخبر كل يوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه مجموعة خاصة على الواتس أب من أجل أن يسير النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة غير خطة السير نزل على غار ثور من أجل أن يعلمنا كيف يخطط الإنسان في مشاريع حياته وخاصة في المشاريع الكبيرة نحن بيقول لك توكل على الله توكل عندما تدرس دارس باكالوريا الأمور طيبة جدا والله اخترت ثلاث أربع أبحاث لن تنجح الثاني اللي بده يدرس بيدرس الكتاب كله وبده يكون عم يراجع مرة واثنين وثلاثة وأربعة اللي بده يسافر على الصين بده يكون فيه من إنسان يستقبله هناك وعامل جدول يوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هذه الحياة المجدولة أقول لكم بحق نحن نفتقد العبقرية في إدارة شؤون ليلنا ونهارنا سألوا شوفي عندك فاضم عندي شيء رايحين على السهرة ليس له هدف تمر الليالي والسنون والشهور وليس عنده هدف في الحياة هؤلاء صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهور سنين في ناس صحب النبي سنتين عشر سنين ولكنهم صنعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التاريخ أيها الإخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أريد أن أطيل يعلمنا الثبات ثبات نبي عليه الصلاة والسلام كان قادر أن يخرج في وقت لم يجتمع فيه المشركون حول بيت رسول الله لكن هيك أمر الله حتعلمنا خرج وإني نايمين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقرجوك النبي عليه الصلاة والسلام أوبث أنه بس خرج مسك التراب وصار يضع التراب على رؤوسهم وقال لهم شاهة الوجوه وصار يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدّا ومن خلفهم سدّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون هكذا المؤمن ذو عزيمة لا يثنيه عن فعل شيء يرضي الله إلا الموت يعني النبي حامل إيده أو روحه على كفه ولكن ثابت الآن الآن ثبات ما في يا أخوان الكرام من شهر أو يزيد أرى بعض الطلاب في الثانوية بيأدّهم ما بدي أدّهم سنت مع سنت دارس ما لدارس لماذا؟ أين الشجاعة؟ تعلم النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر أبو بكر لا يرتقي إلى درجة إيمان رسول الله يبكي لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لرآنا خايف أبو بكر ما ظنّك باثنين الله ثالثهم الله ثالثهم أسأل الله أن يثبتنا ثبتنا عند الموت يثبتنا عند السؤال يثبتنا إن شاء الله عند الحساب يوم القيامة دنيا سهلة هاي بالثبات لكن عند الموت وعند السؤال وعند الحساب اللهم خلقنا بأخلاق نبيك صدقا إذا منععد ست شهور ونحن نتكلم في ذكر الهجرة لا نفيها حقها ولا نستطيع أن نتعلم تلك المعاني التي نتعلمها من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على صاحب الذكرى جزاك الله خيرا يا رسول الله خير ما جاز نبيا عن أمته تعبت في مكة وضعوا عليك جزور جمال شتموك وكذبوك وآذوك حتى في المدينة صارت الدوائر تدور حتى كانت حادثة الإفك وما أدراك ومن غزو إلى غزو ومن جهاد إلى جهاد حتى لقيت وجه ربك هذه البلاد لم يكن فيها إسلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وصل إلى مؤتة وأرسل السرايا إلى أطراف الشام إيذاناً ببركة دخول دين الله إلى بلادنا فنحن نقول في هذه الذكرى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رسول الله إنا نحبك ولكننا مقصرون في تطبيق سنتك اللهم هب لنا حباً لرسول الله يدفعنا لتطبيق سنته عهداً علينا أن نكون ما استطعنا محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً أقول قولي هذا وأستغفر الله اشتركوا في القناة